هتفتكر الموسم اللي فات مين اللي ساهم في الدوري ما انت كان عندك ايقاف للقيد مين اللي ساهم معات في بطولة الدوري دي هتلاقي حسام عبد المجيد من قطاع الناشئين سيد نمار محمد طارق يوسف فاروق جعفر ويوسف أسامة دول كانوا من زخيرة نادي الزمالك اللي بتساعد ومحمد نديم عشان ما ننساش الراجل دخل في أكتر من مباراة وكان محمد عواد مالوش بديل غير محمد نديم والساعد عطيه السنة اللي فات فانت بتتكلم على حاجة مهمة جدا امر ضروري جدا وهيخلينا في مكان حلو قوي انك هتوفر مئات الملايين من الجنيهات ليه بقى لانك من الأفضل انك تطلع لعب ناشئ عنده الانتماء وعنده جينات نادي الزمالك بدل ما تشتري لعب بأرقام كبيرة جدا وربما ينجح أو ما ينجحش لازم يبقى عندك قاعدة ناشئ انت كده كده هتشتري لعيبة بيبقى عندك لازم تشتري لعيبة ولازم يبقى عندك لعيب المحترف يبقى ليه تقلو في الملعب ده أمر طبيعي جدا ولكن قطاع الناشئين قد يكون في بعض الأوقات زي الموسم اللي فات كده هو الحل لمشاكل كتير جدا مشاكل على المستوى الفني مشاكل على مستوى اكتمال اللي سكواد كعدد فانت حاجات كتير جدا بتبقى ضرورية انك تهتم بقطاع الناشئين فدي ان شاء الله تبقى حاجة مهمة جدا وقرار مهم جدا من إدارة الكورة ومن الإدارة ان فريق الأمل يكون موجود وعلى ذكر فريق الأمل وعلى ذكر قطاع الناشئين ففيه لعيبة الواحد نفسه ان اللعبة دي تاخد فرصة لعب زي أحمد عبد الرحيم إيشو لعب جناح مميز هجومي وبيلعب في منتخب مصر للشباب وأساسي مع منتخب مصر للشباب ولعب حريف ولعب عنده موهبة فزة الناس كلها بتتكلم عن أحمد عبد الرحيم إيشو لعب مميز جدا طبعا هو أصيب فيه الفترة الأخيرة ولكن لعيب كنت تحب تتفرج عليه وتشوفه لعب زي مجد هاني أحد أهم اللعبين في مستقبل كرة المصرية في نص الملعب مجد هاني بس ياخد فرصة ويلعب فاحنا بنتمنى ان هو ياخد فرصة لعب زي محي جمعة اتكلمنا عليه الأسبوع اللي قبل اللي فات مايلعبش ليه لا يلعب وياخد فرصة برضو فيه أسامي كتير جدا فيه كريم عبدون فيه أدهم الخواجة اللعبة دي كلها تاخد فرصة دلوقتي وفيه مهاجم الناس كلها بتتكلم عليه برضو داخل قطاع النشيئين علي ياسر واحد برضو من أميز اللعبة في الحتة دي فانت هتلاقي أسامي كتير جدا في القطاع لازم يرجعوا كمان من الإعارة فيه لعبة في الإعارة فيه لعبة انت فيه أندية تانية مستفيدة بيهم هتكلم عن حمدي علاء واحد من اللعيبة المميزة جدا بيلعب في البنك الأهلي أحمد عيد بيلعب في أمبي فانت الناس دي لأ عاملين موسم هايل جدا أحمد عيد كمان يمكن كان بيشارك وهو أصغر من كده كمان في بطولة إفريقيا مع ناد الزمالك وكان شايل الجبهة اليسرى اليمنى في وقت من الأوقات ولكن اللعيب حس إن مستوى قل شوية لا اللعيب بيشتغل على نفسه ودي حاجة تحسب له إنه مع نادي أمبي دلوقتي لا ماشي بشكل كويس جدا أحمد عيد فانت اللعيبة دي يستحقوا فرصة داخل النادي الزمالك يخدموا النادي الزمالك فبنتكلم بصفة عامة عن استراتيجية تكوين فريق الأمل دي إن هي حاجة مهمة جدا وهتطور بشكل كبير جدا اختياراتك من قطاع الناشئين لإنها دي يبقى عندك زي بيقولوا كده النقاوة إنت الفريق الأمل ده في النقاوة بتاعت قطاع الناشئين فانت من الفريق الأول تقدر تستقطب منهم العناصر المميزة فهيبقى مهم جدا إنك تدعم الفريق الأول بلعيبة من قطاع الناشئين فانت عندك عناصر مميزة عندك عناصر وأسامي لازم تاخد فرصة وإحنا على فكرة من هنا بنطالب إن اللعبة دي تاخد فرصة اللعبات اللي قلنا ساميهم من اللعبة الصغيرة اللي في منهم شارك في مباراة نادي الزمالك أمام منتخب اليمن بنطالب مصر أسوريو لا يشاركوا في الفترة اللي جاية خمس مطشات عندنا لا يشاركوا عندهم فرصة في الخمس مطشات دول إنهم يشاركوا معنات الزمالك وياخدوا خبرة اللعب في المباراة دي لأنك بخلاف كده صعب جدا تجرب مثلا في مسابقة الكاس مسابقة الكاس دي خروج مغلوب ما فيش تعويض لازم تكسب تلعب مطشات ماينفعش فيها غير المكسب في البطولة العربية أنت ما تعرفش القايمة بتاعتك بشكلها عامل إزاي فدي حاجة مهمة جدا حبينا نتكلم فيها في بداية حلقة